وزارة الداخلية تواصل استعداداتها لإطلاق فعليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد وده لمدة 30 يوم اعتبارا من 15-3 والحد 13-4 تمهيدا لإطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار التجار والمواردين وأصحاب السلاسل التجارية للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية في إطار المبادرة بأسعار مخفضة كلنا جايين نساهم في مبادرة كلنا واحد كلنا لازم نقف جنب شعبنا جميع السلع الغذائية من سكر ودقيه ورز ومكارونا وما يشمله من استراتيجي بتحتاجه الأسرة المصرية في شهر رمضان المبارك حيكونوا توفر إن شاء الله بإذن الله في سلاسلنا ودائما بنقدم أكبر خصومات فيما موجودة خلال المبادرة وخاصة في السرع الاستراتيجي للأسعارة دائما بتبقى شبيهة بتسبب سعر التكلفة دون أي مكسر خصومات بتوصل 30% من مستهلك النهائي في الرز والسكر والفول والعدس والبقليات والحمص إحنا بيشرفنا اللي إحنا نخش المبادرة مش عشان مجرد إحنا موجودين قبل رمضان أو كمان جنب عيد أم لإحنا عشان نخفف العبق شوية على المواطن فهنخش في عروض تاني بعد اللي عملناها في يناير هنخش تاني نكملها ونزود العروض شوية عشان نوصل لبقى العروض قريبة جداً من التكلفة المباشرة للمواطن في كل منتجات الأجهزة كررية بشكل عام كميات كبيرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية قامت الشركات التجارية والكينات الصناعية المشاركة في المبادرة بتجهيزها لتلبية احتياجات المواطنين في إطار المبادرة التي تنطلق فعلياتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% على مستوى كافة المخفضات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتستمر على مدار شهر وأتات أهميتها للمواطنين في ظلم تغيرات دولية ومحلية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين أنا اللي دايماً ببقى واقف لي كسد ما بسبش فرصة لأي حد يمس حب من ترابك أنا اللي عمري ما يمضع افتعز انتصف احنا مشاركتنا النهاردة دي مشاركة بتعني ان ده واجب على كل مصري موجود في البلد فضل الظروف اللي البلد عايت فيها دلوقتي والعالم كله عايت فيها فده واجب على جميع المصريين والمشاركة دي مشاركة بسيطة تعتبر مشاركة بسيطة وبادعب جميع الناس من هم يحاولوا يشاركوا ويحاولوا ايدهم في ايد الحكومة لان الحكومة منش تقدر تعمل حاجة لوحدها ما كانش القطاع الخاص والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري نساعد مع الحكومة ما هي البلد ايه غير انا وحضرتك وغيري 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 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة قامت بانهاء تجهيزاتها لاستقبال المواطنين وتم وضع الاسعار الجديدة على المنتجات التي توفرت بكميات كبيرة اضافة الى وجود شوادر وسرادقات ومنافس بكافة المحافظات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت ليسؤل على المواطنين الوصول اليها والاستفادة من فارق الاسعار كما جهزت الوزارة قوافل من السيارات المحملة بالسلع لتوجيهها الى المناطق الاكثر احتياجا دي المرة الـ 22 دينا مشاركين من خلال المية فرع بتاعنا على مستوى محافظات الجمهورية مصر العربية المنتجات كلها الاستراتيجية موجودة وضفرة وبنفس السعر القديم ما فيش اي تغيير في الاسعار والبضاعة موجودة وتكفينا لشهور قدام كمان انطلاق المبادرة جاء تأكيدا على الثوابت الوطنية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها وإيمانا منها بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين بتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبيرة وهو ما تحرص عليه المبادرة التي تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة